اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات برنامج تدريب المرشحين للعمل بمكتب الطاقة الذرية بفيينة حيث تم تصميم هذا البرنامج التدريبي خصيصا لعدد خمسة مرشحين للعمل بمكتب فيينة بما يتناسب مع طبيعة عملهم متوافقا مع رؤية الدولة في التدريب ويتضمن البرنامج التدريبي دراسة العديد من الموضوعات التدريبية المرتبطة بمهارات التواصل الفعال والذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي كذلك التعامل مع الاختلافات الثقافية بشكل فعال بالإضافة إلى دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية والقيادة الفعالة